أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المكون الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ معه مرحبا بمساهمة شركة فودافون في هذا المجل جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس التنفيذي لشركة فوداقام الجنوب أفريقية التباة لشركة فودافون العالمية والوفد المرافق له واخلال لقاء رحب رئيس الوزراء برئيس التنفيذي لشركة فوداقام معربا عن ترحيبه بخطط التوسع الخاصة بالشركة في السوق المصرية والذي يأتي في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتشجيع القطع الخاص من جانبه أكد رئيس التنفيذي لشركة فوداقام أهمية علاقات الشركة مع مصر معتبرا مصر من أهم أسواق عمل الشركة حول العالم وأكد أيضا أن الشركة سوف تعمل على تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها في مصر ترجمة نانسي قنقر